بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والمبوث الرحمة العالمين قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وهو في البخاري من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيرات وفي رواية أخرى قيراتان القيرات مثل جبل أحد حسنات يعني يهي كلام ده يعني يبقى يقتنى كلب في بيته إلا كلب صيد أو حرث يعني كلب حرث يعني زرع الناس بيكون عندك أرض زرعية وبيتحطش في البيت بيتحط بره البيت بيتحط جنب جنب الأرض أو صيد أو ماشية ماشية يعني يكون عندك حظيرة مواشية بيتحط جنب الحظيرة بيش بتحط في الشقة أو صيد يعني يكون بتصطاد تبعاته يصطاد لك غزالة تبعاته يصطاد لك وده بيتحط في الشقة برضو طبعا 99% 99% من 10% من الناس اللي عندها كلاب في البيوت ما بتستخدمش الكلاب لهذه الأغراض ف انت بتضمر حسناتك بأن ربنا حينتقس من أجرك كل يوم قراط مثل جبل أحد في الميزان يوم القيام جبل أحد واصلوا كام العلماء قالوا خمسة واربعين مليار طن خمسة واربعين مليار طن الطن ألف كيلو يعني خمسة واربعين ألف مليون مليون كيلومتر حسنات كل يوم يبقى تبتضمر حسناتك دي أول حاجة تاني حاجة الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب الرسول صلى الله عليه وسلم كان مواعد جبريل يجي له يوم ما جالوش والرسول صلى الله عليه وسلم قلق شعر بالقلق الشديد معادي لمجاله جبريل تاني يوم قاله كان عنده قاله ما كنت ليش لي يا جبريل تخرت علي يعني حتى ساء ظني قاله كان عندك كلب في البيت ونحن ونحن نحن الملائكة ندخل بيتا فيه كلب أو صورة خلق بالكو ده الرسول صلى الله عليه وسلم أنا معصوم جبريل مرغش يخش بيته مرغش يخش بيت الرسول صلى الله عليه وسلم غتمك كلب طلعا من بيته فبالك بقى بالبشر العاديين لزي نحن الملائكة لن تدخل البيت الشياطين ستسكن البيت لأن الملائكة إذا حضرت تخرج الشياطين والعكس الشيء الأخطر من كل ده يبقى أنت بتدمر حسناتك وبتمنع في دخول ملائكة البيت وبتساعد على دخول الشياطين للبيت في واحدة رب يقول لك السنة بيحب الكلاب قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يؤمنوا أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به يجب أن يكون هواك لا يسمعني أنا بهوى الكلاب أو أحب الكلاب لو أنت بتهوى شيء يحرمه ربنا صحيح الله تعالى يبقى أنت عندك خلل كبير في الإيمان نفسك غير سوية سأني بربي الكلب يقول لك سأني بحب الكلاب نفسه غير سوية الحاجة الأخطر من كل ده أنك يتجازف في صلاتك مجازفة شديدة الكلب شديد النجاسة اللعب بتاعه شديد النجاسة اكتشف العلماء أن فيه خمسين فيروس من الفيروسات النادرة في لعب الكلب ودائما الكلب بيتمسح في صاحبه وطهارت الملبس وطهارت المكان من شروط صحة الصلاة فلو صليت الكلب قرب منك مجرد أنه قرب منك وإذا ما بيحصل مع 99% من الناس اللي عندها كلاب ويتمسح فيك نجس لك الملابس بتاعتك ولو لعق بالأنف بتاعه أو باللسانه مكان أنت بتصلي فيه نجس المكان أنت بتصلي فيه هتصلي ولا أنت تقبل الصلاة يبقى بتضمر صلاتك بتضمر حسناتك بتمدع دخول ملائكة البيت بتساعد على دخول الشياطين للبيت وبتعصي الله وبتعصي رسوله بتبيع أخرتك حتى كلب فأنا سأحاول أكتبكم كلامته في الوصف إنسخون شرون الشهادة العمي في ثوام عظيم ونعلم علمها في الله أجر نريد أن نتق الله سبحانه وتعالى كل واحد عنده كلب يطلعه من بيته لكل واحد ينصح جاره وزميله أخوه في العمل وقريبه عشان ما تشوفش إنسان بيغرأ قدامك وتفرج عليه فأنا سأكتبكم كلام ده إن شاء الله فإنسخون شرون الشهادة العمي في ثوام عظيم أقول قولي هذا استغفرني استغفر الله لكم